بأن على العكس في أن ازدياد ملحوظ في عدد طلاب مادة التربية الإسلامية في فرال البرج وإن كانت هناك العدد وصل عدد التلاميذ لخمسين بالمئة تقريبا اللي هما بيتلقوا تعاليم أو التربية الدينية الإسلامية في فرال البرج وطبعا المسؤول عنه كل مدرسين التربية الدينية الإسلامية مسؤول عنها الهيئة الإسلامية في فيينا وده بيقودنا للخبر الآخر اللي هو قال بسبب التمييز ضد معلمة غير محجبة غرامة 15 ألف يورو ضد الهيئة الإسلامية في النمسا هنا عندنا الكلام ده وحصل في فيينا وعندنا ازدياد في تلاميذ التربية الدينية الإسلامية خلينا ناخد هن الخبرين يصبوا بسياق واحد إلى حد ما لماذا في فرال بيرج يوجد زيادة في عدد التلاميذ ولماذا يوجد بإلك في هذا المجال في فرال بيرج زيادة التلاميذ بالدين الإسلامي 50% أما في فيينا تم سحب ما يقرب من 40% من الأطفال من حصص التربية الدينية بصراحة أستاذ عدوح يوجد على ما يبدو أنا بقرأ الخبر أن يوجد إحباط كبير عند العديد من المسلمين في النمسا بسبب أداء إن كان الأشخاص المحصوبين على الجالية الإسلامية سياسيين رجال دين بما فيهم الهيئة الإسلامية أصبح يوجد إحباط من الخطاب الرسمي يوجد عدد من المتشددين من المتشددين ولديهم أديالوجيات دينية خارج حدود النمسا تعمل داخل مدارس النمسا وبأسماء متعددة وبتفاسير متعددة وباحتضان من هيئات رسمية لن أسميها لأنه أنا أعرف أن يوجد العديد من ينتظرنا على الكلمة يعني يذهب ويقاضي ويعمل ولكن كل من يسمعني ويفهم ويعرف وهذه الأرقام أكبر دليل بالنمسا عفد بفينا يوجد انسحاب وتراجع لمن هم في حظة الدين الإسلامي بالضبط وأما في فورل بير طبعا في فيينا لأن الحال المشهد المتشدد يعني صراحة هو أطخ أكثر شيء موجود في فيينا وكلما اتجهت غربا يتراجع هذا المشهد طبعا وليس جنوبا في كراس المشهد متشدد بشكل رهيب فبالتالي استاذ مدوح اليوم الآباء يراقبون على ما يبدو العديد من التصرفات إن كان عند أبنائهم فيلغون هذه الحصة وربما يعلم أبنائهم بطريقة مختلفة ما هي كيفية الله عالم ما هي ملامحها فبالتالي هذا يدل على أنه يوجد استياء من تدريس المادة الدينية المادة الإسلامية في مدارس النمسا من المشرفين عليها إن كان الهيئة إن كانت أي جهة مسؤولة عن تقديم هذا الخطاب يوجد استياء منه واضح وهذه الأرقام أكبر دليل ونذهب على الخبر الآخر بسبب التمييز ضد معلمة غير محجبة غرامة خبسة عشر آلاف يورو هل هناك الزام لتعيين يعني هم مثلا لأن أشارات الحجاب صاروا يمارسوا التمييز ضدها حتى هي فعليا أقالوها وأوقفوها على التعليم لأعتقد سليخة يعني هي من 2009 موجودة معهم لا بس السؤال هنا إزاي نقدر نقول هناك مطالبات لما كان بيطلع أيام اشتراخها وكورتس حتى وكان بيمنع الحجاب في أماكن كانت بتثور الدنيا ونقول إن احنا دي حرية شخصية نعم كنا بنتكلم عن الحرية الشخصية نعم طب ليه الحرية الشخصية لم تطبق في هذه الحالة إذا كانت السيدة مختلفة ولكن هي بتدرس المادة التربية الدنيا كما تدرسها بالحجاب طبعا الحكم الحكم واضح الحكم واضح طلع إنه مش ده تمييز طبعا طلع الحكم إنه هذا تمييز تمييز بناءا على الشكل بناءا على اللباس بناءا على شيء معين وحكمتها بخمسة عشر ألف يورو إضافة لتكاليف المحكمة طبعا هي السيدة زليخة زليخة أعتقد أتمنى كهي يلفظها الأسم بشكل صحيح هي كانت مطالبة بمبلغ ستين ألف يورو ولكن المحكمة حكمتها بخمسة عشر ألف يورو إضافة لتكاليف المحامي طبعا هي الإسلامية ذهبت للاستئناف وللمحكمة العليا وفعليا يعني وقالت أنها ستستانف هذا الحكم وقالت أنها لم تميز بسبب الحجاب ولكن بأمور أخرى لم يتمكن تسجيل صوته يفترض أنه يثبت تعرضته لضغوط من قبل المفتش من تشريف المحكمة بسبب رفض المفتش هل يعني الحكم أن الجمعية الإسلامية ستقبل مستقبلا برغبة المعلمات في خلع الهجاب أوضحت فلورا ألفادور دوبوي من المكتب المساواة في المعاملة أن حكم الدرجة الأولى يؤثر فقط على الحالة الفردية وأن المحاكم العليا هي المختصة بتفسير القضايا القانونية بشكل أوسع وخلال المحكمة فبالتالي فبالتالي بصراحة نحن عندنا كإنفو جراد تلقينا بعض القصص الأخرى التي بصراحة بعض مدرسي الدين الإسلامي مارست الهيئة الإسلامية ضغوط عليهم من أنواع مختلفة ويوجد أكثر من قضية حاليا مرفوعة ضد الهيئة الإسلامية أيضا بسبب التمييز أو بسبب شو؟ الولاء أنت إن لم يكن عندك ولاء معين لأشخاص معينين لدول معينة لجهة معينة لجهة معينة نسميها مثل ما بدك أنت اطلع برا وكل من يسمع عني الآن ويعمل بهذا الاختصاص يدرك ويعرف بالضبط ماذا أقول بالضبط وإن كان ده يعني هم برضو الشيء اللي هم غير مدركين لي إن هو كده بيفتح باب للمنتقدين إن هم يضربوا على الوطر ده لك يقول لك إزاي أنت بالطالب وإنت لا تطبق لكن اليمين اليمين هذا ماد دسم ملائله مية بالمية هنشوف يعني الأيام اللي جاية بعد الاستئناف أكيد هنتناول الخبر بشكل آخر أكيد بعد الحكم الجديد